الأقليم الجنوبية المغربية تثير اهتمام المستثمرين الأجانب المجموعة البولونية لوج لإنتاج التجهيزات الكهربائية والحلول المبتكرة في مجال الإنارة توقع إعلاناً بمدينة زيلونغورا الألمانية يؤكد عزمها لاستثمار بالمناطق الجنوبية المجموعة تسعى للتوسع دولياً واختارت المغرب معتبرةً أن المملكة وجهة مهمة للمؤسسة الصناعية البولونية بفضل أوضاعها المستقرة والمناسبة في مختلف المجالات وقعنا إعلاناً نؤكد فيه استعداداً للاستثمار في المغرب ما أثر اهتمامنا بشكل خاص والاستثمار في الأقالم الجنوبية المغربية توجد فرص كثيرة هناك كما هو الحال بباقي المغرب الحكومة المغربية فتحت باب الاستثمار الأجنبي واليوم نخطو خطوة كبيرة نحو التوسع داخل السوق المغربية وبالتالي السوق الإفريقية ممثل شركة لوغ مهتمون كثيراً بالسوق المغربية وبالفرص التي يمنحها المغرب تحديداً بالأقاليم الجنوبية الاستقرار السياسي بالمملكة ووضعها الاقتصادي وجودة البنى التحتية وانفتحها على إفريقيا والذي هو ثمرة الإصلاح التي انخرط فيها الملك محمد السادس أثارت اهتمامهم والمجموعة مستعدة في إطار استراتيجيتها للتوسع دولياً الاستقرار بالمغرب وبالتالي المساهمة في تنمية أقاليمنا الجنوبية هذه المجموعة البولونية متواجدة في الإمارات العربية وفرنسا والمملكة المتحدة وكذلك في الأرجنتين والبرازيل وبفضل قدرتها على المزج بين مزايا تقنيات الإضاءة المنخفضة التكلفة وتقنية لوت تعمل الشركة على المزاوجات بشكل أفضل وأكثر فعالية بين احتياجات المواطنين وتدبير جوانب مختلفة من حياة المدينة وبالإضافة إلى مجموعة لوغ أبدت مجموعات بولونية أخرى الأسبوع الماضي استعدادها للاستثمار في المغرب خاصة في الأقاليم الجنوبية ويهم ذلك شركة متخصصة في أعمدة الكهرباء والإضاءة والاتصالات وشركة لتصنيع البنيات التحتية لشحن السيارات الكهربائية وأخرى متخصصة في تصنيع معدات ومواد مكافحة الحرائق وشركة بولونية تعمل في المجال الفلاحي ترجمة نانسي قنقر